بسم الله الرحمن الرحيم والعشرون من شهر ديسمبر الفين واثنين وعشرين القرض أيها الأحبة من فقه المعاملات لأن العلماء يعدونه من باب العقود التي تكون فيها عوض والعوض لا يكون بفائدة لأن كل قرض جر نفعا فهو رباء ولو قلت هذه الفائدة حتى أن الإمام الشافع قال ولو كانت شربة ماء كيف يعني ولو كانت شربة ماء مثلا جاء المقرض يعني في دكانه فدخل المقترض اللي بيطلب الدين فطلب من المقرض دينا فطلب منه رضي المقرض رضي أن يعطيه ولكن قد يكون من باب المداعبة أو من باب الجد يعني تريدني يعطيك يعزمني على عصير فهذا العصير نفذ محرم لكن إن كان من باب العرف مثلا ضيف يعني تصبر يعني المقترض وجد تاجرا يعني في دكانه فطلبه تفضل حياك الله يجلس ونهزمك على عصير ولا على شيء وأريد منك مثلا عشر آلاف دين فقبل المقرض قبل أن يعطيه وجاء العصير فهل هذا العصير من النفع المحرم لا لأنه من العرف فالقرض لغة القطع وهو مصدر قرض يقرض بمعنى قطع يقطع ماكملنا واشتق القرض من القطع لأن المقرض يقطع شيئا من ماله ويعطيه المقترض لما سمي القرض قرضا لأن المقرض يقطع من ماله ويعطيه المقترض أما اصطلاحا فهو دفع المقرض مالا للمقترض لينتفع به ويرد بدله وبعض الفقهاء قالوا لا يرد عينه لأنه إن رد عينه يسمى ماذا عاريا كأنك استعرت سيارة فوجب عليك ردها ما الفرق بين العارية والدين أن الدين ما استطعت أن تؤدي نفس العين اخترت عينا ما استطعت أن تردها نفسها يجوز لك أن ترد بدلا اخترت مثلا ألف بفعة المئات استخدمتها لا يجب عليك رد الألف بفعة المئات يجوز لك أن ترد لكن الوديعة أو الأمانة جاء إنسان وقال لك هذه أمانة بين يديك لا أريدك أن تحركها أو تتصرف فيها هل تقبل بالذات لو أغلقها صور جاب الألف هذا مئات ووضعه في ظرف وقال لك اجعله عندك في خزنتك في بيتك في بنكك وقبلت أنت إن حركته تضمن يعني لم تحركه يعني خاصة خدت الظرف ووضعته في مثلا الصندوق في المحل قدر على المحل هذا سرق جاءك صاحب الأمانة يطلب أمانته قلت له أنا أثبت لك بمحضر أو بشيء أن المحل سرق ومن ضمن المسروقات الظرف هل تضمن لا تضمن وهذا الآن لو تلاحظوا بعض البنوك يسموها ودايع أو أمانات ليش عشان ما يضمن لو سرق البنك أو حرق أو سار له مشكلة فالمال الذي وضعه لك في مكان آمن لا يضمنه أما إذا جعلها من باب العارية من باب أنه مسؤول عن تحريكها بالنسبة للأمانة إن حركها أو وضعها في موضع لا يعني يوضع مثله فيه يعني مثل تصور واحد أعطاك مئة ألف إذا بيكتضعها في كيس وتعلقها عند الباب جاء شخص يظن قمامة فأخذها وانصرف تضمن لما تضمن تضمن لأنه حرفنا المئة ألف لا توضع فيه كيس مثلا قمامة على الباب مثلا كمثال في القرض المقترض يضمن ويرد البدل خسر كسب اقتردت عشر آلاف عشان تتاجر فيها خسرت تضمن ليس له علاقة في ربحك أو خسارتك اقتردت عشان تتزوج تزوجت إذا بها معيبة طلقتها هو ما لدخل نصب عليك في البضاعة هو ما لدخل المقرض الذي أعطاك ربحت خسرت ما لدخل ما حكم القرض ما المقصود بالحكم أي الحكم الشرعي والحكم الشرعي لا يخلو من خمسة نكررها وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه الخمسة الأشياء التي في الفقه العام تكون أحكاما شرعية إيش يعني أحكام شرعية يعني الفقهة نظروا لنصوص الكتاب والسنة وجدوا أنها تتعلق بأحكام المكلفين إما وجوبا إذا جاء خطاب من الله سبحانه وتعالى أو رسوله في الشارع الحكيم يوجب عليك شيئا وإن لم تفعل هذا الشيء تأثم ما مثاله ما مثاله الصلاة والفرائض إقامة الصلاة إقامة الزكاة مش الضحى حروض الخمسة ثم المندوب يأمرك الشارع بها يأمرك لكن ليس أمرا على الوجوب حيث أنك لو ما سويته ما تأثم مثل ماذا حفظوا القرآن أحسنت إيش كمان صلاة الله الضحى سنة الرواتب ثم بعد ذلك المحرمات وهو ما نهى عنها الشارع نهيا جازما يترتب إن فعلتها تأثم وتعاقب إما في الدنيا أو في الآخرة ما مثاله لا يذب الله الزنا نقع في الزنا السرقة الرابع المكروهات وهو ما نهى عنها الشارع لكن نهيا غير جازم لا يترتب عليها إثم من فعلها لا يأثم ومن تركها تعبدا هذه المكروهات تركها تقربا لله سبحانه وتعالى يأخذ أجراء مثل ماذا المكروهات أحسنت آه غيره مكروهات لأنها كثيرة ما تأتو بها لكثرتها لا تأتو بها النميم محرم بالعكس آه إذا لازم تجيبوها أحسنت من ترك قدم لك طعام فإذا فيه ثوم وبصل يجوز تأكل أو لم يجوز تأكل يجوز لكن تذكرت أنك عندك إيش صلاة واذا تذهب إلى المسجد وتعلم أن المسجد يعني فيه من الكراهة دخوله برائحة كرهة في الفمع وفي الجسد فكراه فتركت هذا الشيء تعبدا ها مش أنه مثلا عرفا زي مثلا واحد يقول والله أنا رايحة عندي أزومة كيف الناس تشمني وفيه إذن هذا أنت تركته هل فيها أجر ما فيها أجر هذا تعدبا لكن لو جاء شخص وقال تعدبا مع والدي أو مع أمي هنا قد يأخذ أجر وهنا القاعدة تعامل مع الله مع رب كريم ما تجي يعني إلا فين الدليل لا هو على حسب نيته النميمة لا من المحرمات النميمة من المحرمات ثم بعد ذلك آخر شيء الجائز ما هو الجائز المباح ما سكت عنه الشرق يجوز أن تجلس على الأرض ويجوز أن تجلس على كرسي ويجوز أن تجلس على كنبة ويجوز أن تجلس على الطاولة من الجواعب في طعامك يجوز أن تقدم الخبز قبل اللحم ويجوز أن تقدم اللحم قبل الخبز يجوز أن تأكل اللحمة خالياً من العظم كلها جائزة هل يجوز أن تأكل اللحمة نيّاً؟ طيب نجيبها خمسة حكام اللي يقول واجب يرفع يدو إذن مواجب اللي يقول من دوب أكلوا اللحم نيّاً يعني مو مطبوخ ما هو من دوب محرم اللي يرفع يدو اللي يقول محرم أكلوا اللحم غير مطبوخ ما شاء الله مكروه طيب إذن جائز إذن أكلوا أكلوا الطعام على ما تشتهيه مطبوخاً أو غير مطبوخ فهو جائز طيب إذا جاء الطبيب وقال لك هذا مضر بالصحة هنا ترجع الفتوى بالكراهة والتحريم على حسب الضرر التدخين ما حكمه اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى وهذا خذوها كقاعدة من قال أن فيه إهلاك من قال أن فيه إهلاك وتبذير ودفع للمال بلا عوض ماذا استفيد من الدخان فنقله إلى التحريم ومن قال أنه لا يوجد نص المرهومات المحرم الخنزير الخمر هذه محرمات بالنص الدخان هل فيه نصاً كونك تأتيني بقول أنه مثلاً مهلك طيب السكر مهلك أكل السكر بكثرة لمريض السكر مهلك فهل يحرم أكل السكر؟ أكل الملح للي عنده الضغط مهلك فنقلوها من الكراهة من التحريم إلى الكراهة ما الراجح أنت كطالب علم كيف تعرف؟ طبعاً من الخطأ أن تكون خطيباً واعظاً فتأتي لأناس مثلاً شباب في مقتبل عمرهم وتأتي لهم بالدعوة يعني من باب الدعوة فإذا بك تجوز لهم أو تقول لهم مكروه الذات إذا أبوه الشيخ عمر يربي أولاده أن الدخان حرى ما يبقى هم يشربوا وأنا جي الضيف عنده فقالوا يا شيخ ما شاء الله أنت جاي طالب علم إيش حكم الدخان؟ ونعرف أنه يربيهم على تركه فلا أتدخل فأقول لا 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 تتشددوا في الدين وهلك المتنطعون ويجوز إذا ما يضرك يعني المهم يا مكروه إذا ما ضرك فهو جاعز لا هذا خطأ يعني يعينهم على العقوق وإذا اختل الإبن مع والده في مسألة التربية قد تفسد أمور أخرى والعكس بالعكس لا أتي إلى أناس يعني يعني متساهلون أو شيء فقلهم جاعز يفعلوا ما شئتم لأن أصلاهم يدخنوا أشياء ممنوعة أو محرمة تذهب العقل في بعض النباتات إذا وضعت أو شيء ودخنت قد تذهب العقل سواء حرمت دوليا أم لم تحرم إحنا عندنا الشريعي شيء يسكر فقليله وكثيره محرم طيب إذن ماذا أفعل أنت تبين الحكم مثلا مثل ما أخبرتكم أنه مثلا من قال بتحريمها فهم نظروا للسبب وهو الهلاك ومن قالوا لكراهتها فهي مبنية على الإنسان الذي لم يعني الطبيب يقول له أنك فيك مثلا رابو أو فيك ضيق الصدر أو شيء عندك خبيثة الفصفص اللب خبيث رايحتونتنا الفصفص أن الناس تجلس معهم وأنت معك بذر ورايح نحن بأخصيل الرايحة الأسود الأسود الرايحة اللي له رايحة يا شيخ أنتم كتاكل شيء فيه برايحة وفيه بدون فيه اللي هو غالب بدون رايحة أما طيب نكمل نكمل على العموم من قال هذا وقال هذا لا لا هو نوع لا لا صغير أسود عندنا فارق طيب ما حكم القرض جئنا إذن للقرض رجعنا للقرض للقاعدة فحكم القرض بالنسبة للمقترط من هو المقترط اللي حيأخذ المال اللي حيأخذ المال جائز لا نمنعك طيب الشيخ يبقى ياخذ فلوس عشان يسافر يجوز الشيخ يبقى ياخذ فلوس عشان يتزوج يجوز الشيخ يبقى ياخذ فلوس عشان يبني بيت ولا عشان يشتري يجوز طيب لو عنده فلوس ويقترق كمان يجوز تحوطا يبقى ياخذ فلوس حصل الشيخ سامي وزع ما شاء الله فقد خليني ألحق أديني من اللي عندك ورجع لك يجوز طيب كيف يتم عقد القرض هذا لازم الضابط تضبطه لأنه مربوط بحكام أخرى يتم عقد القرض بالإيجاب والقبول كسائر العقود أعطيني أو أتسلف منك أو أقترض منك والثاني يقول ماذا قبلت أو وافقت أو خذ ما حكم القرض بالنسبة للمقرض للمعطي واجب من عنده شيولة أو استطاعة ويأتي من يطلبه لحاجة ضرورية يشرح له حاجته الضرورية كإقراض العسير المسلم عند الكفار لفك أسره وهنا نبهت أيها الأحبة ممسألة غني وفقير قد الشيخ عمرو غني ما شاء الله ويأتيه إنسان فقير يقول له أخي أنا بيتي مهدوم أغير سيارة بيشتري سيارة جديدة ما يفلق معك أنت ما شاء الله عندك عشرين سيارة في المعرض أعطيني السيارة هذه أخي رد لك هي بعدين أو يعني أرد لك قيمتها بعدين هل هو واجب عليه أن يعطيه لا هنا ليس الضابط الغنى والفقر هنا الضابط شوفوا الأحكام كيف الضابط هنا حاجة المقترد ما هي حاجة المقترد هل هي حاجة ضرورية شبه لها الفقهة رحمهم الله كإقراض الأسير المسلم عند الكفار لماذا؟ أن المؤمنون يعني أدناهم وأعلاهم في منزلة سواء عند الله سبحانه وتعالى ويجب يعني الكل يحس بأخيه الثاني مسلم للمسلم كالبنيان ما تقول له ما لي صلاح ما حد قال له يروح ما حد قال له يدخل هذا كلام ما في ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا يعني ما ينفع أنك أنت أنت تنازل أو تترك يعني أسيرا مسلما مثلا علشان مال يفك أو كفالة تدفع فتترك تقول ما أدفع عند الكفار يفكي أسلي وينقاذ المعصوم من الهلات أيضا ينقاذ المعصوم ما المقصود بالمعصوم؟ غير المعصوم من وجب عليه أو من جاز سفك دمه من الذي جاز سفك دمه؟ إما من قصاص كإنسان قتل عمدا وقضى القاضي ب قصاصه مثلا بعد شهر آخر الشهر يعني أنه يحد قصاصا فهذا معصوم الدم إلى نهاية الشهر من من سيأخذ الحق من الذي سيأخذ الحق؟ سابقا كان الذي يأخذ الحق أصحاب الحق يعني صاحب المقتول لكن بعد ذلك يعني تطورت عشان النظام وعشان ما يسير في طلب الثأر فأصبح القاضي ومن يقوم مقامه هو الذي يأخذ الحق ففي هذه الفترة لو جاء مثلا وسبق وأخذ الدم قتله ليس بمعصوم يعني تذهب يصمته في مسألة المطالب بالدم مش لأي أحد الذي يطالب بالدم له أن يأخذ حقه مين كمان؟ المعصوم المقالب للجماعة والبادر لا عند القاضي هذا كله حكام القاضي أيضا أيها الحبة من اعتدى عليك وهو مسلم عاقل بالغ معصوم لكن إذا اعتدى عليك لعرضك أو لمالك ولم تستطع دفعه إلا بسفك دمه فقد سقطت عصمته لأنه تعدى مش بالسرقة تعدى بالعنوة شوف الفرق في الأحكام شاء الله تأتينا في الحدود السرقة يأخذ منك هذا شيء ما تبطع يدو أنت أو تؤذيه لكن من تعدى عليك قوة وقهر مثال جيت عند الصراف وانت تسحف وقف أمامك لك أعطيني وطلع سكين على حد يريد إيذاءك أو كان الاعتداء على عرضك فهنا يجوز لك أن عيش تدافع عن نفسك بالأخف مثلا الأخف فانت بعيد تستطيع تغلق الباب أو هو خلف القزاسة تستطيع تتصل بالشرطة مثلا فما ترجع لقتل وتقول والله خليني أفك وريه أيها لا أمسكه لا ليس أول خياري للقتل تبهوا يا مشاه طيب إذا طلبك المئة هذه بس اللي عنده وإلا سيقتلك أيهما المقدم أيها الفقهاء اختلفوا منهم من قال المئة أعطيه المئة لأنك تدفع بها أيضا عنه أنه ما يكسب ذنب ومن الفقهاء من قالوا لا أنه من قتل فهو شهيد من قتل دون ماله أو عرضه فهو شهيد طيب لو كنا في العرض والعياذ بالله قال لك سلم لي محارمك ولو مر أو يعني أفعل بهم ما أفعل وأتركك هنا الفقهاء قالوا لا يجوز لك مش تجي تقول والله يا خلاص خلي أو حتى لو قاك أعطيني مثلا استمتع مرة وأتركهم أنتم كل اللي في السيارة خمسة أشخاص واللي في الباص مئة شخص على أن تسلموني شخص يعني أفعل به أو العاذ بالله فهون ما تتنازل العرض لا يتنازل عنه لكن المال أنت بالخيار أنت بفقهك إن شئت أن تتمسك يجوز وإن شئت أن تتنازل يجوز إذن إنفاذ المعصوم من الهلاك إذن متى يجب على المقرض أن يدفع للمقترض في حال الهلاك في حال الضرورة طيب متى يكون مندوبا متى يكون مندوبا إذا كانت هذه الحاجة مش للضرورة ما تصل للهلاك لا تصل إلى الهلاك إنما تكون للحاجة وإنما تكون للحاجة كطلب الماء المال لشراء الدواء أو لشراء الماء العذب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا أي ساعد مؤمنا في قضاء دينه في ستر عورته نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وهنا دليل أيها المسلم أيها الآب أيها الزود أن هناك أشياء في حياتك مهما فعلتها وضحيت ودفعتها لن تجد ثوابها فين في الدنيا أنت تعامل رب يكرمك في الآخرة إن عجل لك البشرى في الدنيا فهذه من عاجل بشرى المؤمن يرزقها الله من يشاء الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولم تكن الفتوحات الإسلامية مثلا في وقتنا الحاضر أو كما وصلت في عهد الدول الإسلاميين يعني ممكن ما كان عنده حتى جزء من الجزيرة العربية وبعد وفاتي انتشرت في الجزيرة والشمال والبشرق والمغرب والدين والأ والعياذ بالله الزنا فعندنا عقوق الوالدين ترفع من رفع صوته على أبيه يثق تماما أنه سيرفع الصوت عليه حتى لو ما خلف سيأتيه من من يعز عليه من أسعى لوالديه بخلا ضربا إذاعا يأتي للولد وهذه يعني شهدت يعني من وجد أو سكن أو يعني كان وسط العوائل يعلم هذا الشيء ويتأكد منه ويؤخر الله لحال الحاجة قد يأتي إنسان يتوب يستغفر الله يرجع إليه فيعفو الله عنه مش شرط لكن وعند النبي عليه الصلاة والسلام أنه إخبار عام ذنباني يعاقب صاحبهما في الدنيا قبل الآخرة رقوق الوالدين والزنا الزنا ما هو هو التعدي على حرمة الغيق ولو كان في شق داري يعني مثلا يأتي واحد عندنا الآن العين السحرية اللي عند الباب في بعض الشقق أو شيء مو في عين سحرية تريك إذا كنت داخل البيت تريك من في الخارج فبعض الجيران مثلا قد يأتي يقف فينظر إذا سمع ضجة أو حركة من جيراني يأتي يقف وينظر يشوف من اللي جاي وداخله خارج ما حكم هذا الشيء محرم لأنه ولا تجسسوا لا أنت شوها هذه العقوبة الأولى ليش لك دخل ولا تجسسوا كونك تتعدى فتجد يعني مثلا أثر أو علامة أو عباية أو أثر إمرأة وكونك تتعمد من هي الطويلة القصيرة الأمة البنت هذا أنت وقعت في ذنب أكبر وهو زنا البصر فيرجع فيرجع إليك فيرجع إليك حتى ولو كان في شق دار أو شق باب ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة نفسه لكن هنا ضرب لكي في الدنيا والآخرة ومن سترى مسلما ستره الله أيضا في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه عندنا قاعدة عقدية صح عندنا قاعدة عقدية لو جاء الآن إنسان يدفع الزكاة فقلنا له ليش يا شيخ تدفع الزكاة قال إني أخاف الله وأرتجي رضاه طيب في مشكلة في الكلام هذا ما في مشكلة جينا الواحد الثاني يدفع الزكاة ليش تدفع الزكاة قال يا أخي أنا أخاف السير ما عندي فلوس يعني أدفع علشان الله يحفظ لي مالي ما بوا يعني الله يعاقبني و مش العقاب يعني أبو مالي بس يحفظ أنا هدفي إنه مالي يحفظ علشان بركة المال تبقى يجوز يجوز لكن لو جاء واحد وترك لنا نيته نية محظة في الدنيا دنيوية محظة مثال الصلاة ليش ليش تصلي أشياء قال والله عشان تقويلي جسدي طبيا أن الركوع السجود يهدي العصاب وينقل الطاقة السلبية في السجود في الضماء فنقول له لا يا أخي العبادة العبادة طالب العلم ينتبه لهذه المعاني العام يمكن ما يفهم ما يعرف يصلي خلاص وليك الله وجب عليه الصلاة طالب العلم لازم يعرف أن الله ما خلقنا إلا لعبادته لا منة لنا مش لك من أنك بار بوالديك لا لا هذا واجب عليك مش عليك كيفك ومن سلك والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وضح الفقهاء والعلماء أن هذا أي علم لا يقصد به مثلا علم القرآن ولا علم السنة ولا علم الشرعيين أي علم ترفع به نفسك ترفع به أهلك ترفع به أمتك يعني تنتج به يعني حاجة تفيد الأمة تنقلها من فقر إلى غنى من ضعف إلى قوة هذا كل من باب العلم العبادة يخلص لها النية لو ما أخلص النية أيها يعثم لما يعثم من دخل في عبادة ولم ينوي ما حكمه طلاب علم مثل واحد وقف يصلي وما نوى ما نوى أن الصلاة هذه لله إيش حكم الصلاة هذه روكم العبادة 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 من فعلها بلا نية يأثم العبادة المحطة من فعلها بلا نية يأثم لماذا لأنه أنت لمن تسجد لأن الله أمرني بالسجود ولذلك الفقه واخذناها في فقه العبادات اختلفوا في من يسجد هكذا تصور واحد كذا على طول سجد وجالس يدعو سجد ويدعو في غير الصلاة ما الحكم ما تذكروا واخذناها ولا لا لا دعاء تذللا مستحبة عين الدليل لا لا تذلل تذلل دعاء مباح قد تقول أقل شيء مباح لكن لا يكثر ولا يعلمها أن الرسول ما فعلها مش أنت فظل أن الرسول تسوي ولا تعتقد أن فيها خير طيب إذا أريدها خير صلي قم صلي ركعتين وأنت ساجد طل السجود أقرب المهم أي ما يكون وهو ساجد في الصلاة مش ساجد في الهيئة مش السجود في الهيئة طيب خليك معي لو واحد صلى السنة أو صلى هذه ركعتين لله هو جالس وهو جالس فالسجود سيكون أدنى من الركوع يعني الآن هو جالس يصلي هكذا ثم ركع ثم سجد الآن في سجوده هذا ألا يكون كالسجود الذي يكون على الأعضاء السبع هذه شفت فائدة الفقه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فهو لا يلزم إلا السجود الذي يكون على الأعضاء السبع ذاك السجود على الأعضاء السبع ركن من أركان الصلاة المفروضة ركن من أركان الصلاة المفروضة لكن الحديث الذي يقول لك أقرب ما يكون المؤمن وهو ساجد في حال صلاة مش في حال الهيئة أو أنا جبت لك في اختلاف في الهيئة طيب وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة طبعا معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم علمون كيف كانوا يأخذون علم القرآن فقالوا أنهم كانوا يأخذوا عشر آيات أو ما يقاربها فلا ينتقلون إلى غيرها ماذا قلت؟ يرحم كم الله فلا ينتقلون إلى غيرها حتى يحفظونها ويعلمون أحكامها وما فيها من آداب ووصايا وأحكام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة انتبهوا لكلمة يتدارسونه فما في فضل لطالب علم على طالب آخر في تواضع وما هو جدال وأنت ما تدري لا وأنت أفضل لا أنت ما حضرت لا الشيخة الفلاني قال كذا مش من المصلحة إيش المصلحة إن كان حقا وضحه ما يحتاج نحن لا نعرف الحق بالرجال نعرف الحق بالدليل قال الله وقال رسوله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى ملائكة لا نراهم وهم موجودون إيش بيننا وحولنا ويحبون الكلام الطيب بل ويشهدون لمن يقوله ويلفظه وهم شهداء الله أيضا في هذه الأرض وذكرهم الله في من عنده وهذا باب من باب أبواب الفضل كون الله يذكرك هذا شيء طيب وقد ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام في الملائكة الأعلى في السماء والملائكة كانوا ينتظرون قدومه لما يعني عرج به إلى السماء كانوا ينتظرونه وثبت أيضا أن الملائكة يجدون الريح الطيبة التي تصعد بعد الوفاة فيستبشرون بها فيقولون ما هذه الريح الطيبة ريح فلان ابن فلان بيطيب أسماعي فأنت لست وحيدا لأن كونك في صلاتك في عبادتك تحس بالوحدة لست وحيدا ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه فيه دليل أنك العبادة مع الله واضحة في ما يخصك أنك فقد تكون أنت من الصالحين وأخوك العياذ بالله من الطالحين والعكس ولذلك يقول من الأدب أنك إن دخلت مسجدا للصلاة تنظر أنك أسوأ الناس وأن الناس سبقوك للصف الأول وهناك من سبقك للأذان إيش فايدة الأذان؟ ما من حجر أو شجر يسمع الأذان إلا وشهد للمؤذن ومن كل من سمع الأذان وردد أجرهم للمؤذن وغير الثواب النعيش أن الله يبعثهم فيهم طول في أعناقهم الإمام حفظ القرآن وتقدم واجعلني للمتقين إمام المصلون لو يعلمون ما في الصف الأول لدأتوا إليه ولو حبوا طلبوا العلم الاجتهاد فكل واحد يعني يدخل في حلقة علم أو في مجلس يظن نفسه أقل الحاضرين من باب التواضي وهذه موجودة موان تواضع لله رفعه الله طيب والنسب ثبته بالدليل هذا وغيره أنه لا ينفع النسب قربة إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي عليه السلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطات يدها وثبت أيضا أن أباء الرسول وعم الرسول عليه الصلاة والسلام في النار والسبب في ذلك عدم إيمانهم القسم الثالث أن يكون محرما لا يجوز للمقرض أن يعطي المقترض إذا طلبه لحاجة محرمة كطلب المال لشراء الخمر القسم الرابع مكروه وهو أن يطلبه المقترض لحاجة مكروهة فعن أبي وريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما آخذ منه أمن حلال أمن الحلال أمن الحرام هذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته ويعرف أن هناك سيعتي زمان المال فيه كثير طبعا أنت زمان هل المال كثير لا دليل لي أنه من قلة المال كان البيع والشراء كيف معاوضات أعطيني بيضة أعطيك مثلا خبز بيضة وخبز اللي هو حتى أكل تانفي رفاهيات حتى وصلنا للعملة الإلكترونية وأنواع العملات هو عملة من ذهب وعملة من ثضة وهكذا وشركات وأوراق نقدية وسندات وهكذا فكثرة المال طبعا لم تكن سابغا موجودة القسم الخامس جائز متى يكون جائزا أن يطلبه المقترض لحاجة جائزة كطلب المال لشراء سيارة أو هو مو محتاج وانت تبع تعطي موظف مثلا يقول لك مثلا محتاج عشر آلاف فبا توسع فيها فعندي ضيوف فبا أكرمهم هو عنده إن لم تسأله وتعرف أنه حيرد لك الفلوس واحتسبت إلى الله خلاص يجوز يجوز أنك تعطيه والمشكلة إذا سألته وخبرك عنه من المضطرين وعرفت أنه في ضرورة وحاجة حتى تضطر أنك إيش أنت اللي يلزمت نفسك الآن أنت اللي ورطت نفسك الآن هذا هو طيب المندوب يثاب فاعلهم يثاب فاعلهم والجاعز لا يثاب طيب ما حكمه أجر الدين أجر الدين على حسب الحاجة مسألة الثواب هذه عند الله سبحانه وتعالى مسألة أنت يعطعك لا نجيبك عليه جاعز أنك تعطيه أو لا تعطيه لكن هل لك ثواب من أنك تقرضه هذه عند الله سبحانه وتعالى حسب نيتك نحن نأخذ حكم شرعي ما الحكم الشرعي في مسألة إعطاء أي هو سيأخذ مثاله الآن قيام الليل ما حكم قيام الليل الله يسر عليكم وقيام الليل بعشين ركع جائز شوف جائز لكن هو حيأخذ أجر على عشين الركع هذا المقصد حكم الشرعي حكم الشرعي فيما يتعلق أنت الآن طالب علم تعطيه حكما فقهيا فما حكم قيام الليل من دوب طيب ما حكم قيام الليل بعشين الركع جائز تأثير الركع جائز يجعله صلاته الليل مثنى مثنى طيب مسألة إنظار المعسر إنظار المعسر أو وضع دينه مستحف معروف معلومة المعسر المعسر هو اللي ما عنده قدر الله دار عليه الزمان ما عنده يشدد جاء وقت السداد وما عنده مستحف عن عبادة عبادة ابن الوليدي ابن عبادة ابن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا قبل أن يموتوا فكان أول من لقين عبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومعه غلام له معه ضمامة من صحف أي يجب أن يقوله الشجلات الديون وعلى أبي اليسر بردة ومعافره نوع من اللباس وعلى غلامه بردة ومعافره نفس اللباس وهذا فيه السنة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن السيد أو الغني يعطي خادمه من نفس لباسه وطعامه هل هو على الوجوب ليس الوجوب لا مندوب النبي عسلم أمر به مدام أمر به أصبح مندوب فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سعفة من غضب يعني فيه تقلب يعني وجهك كده مقلوب إيش فيه فقال أجل كان لي على فلان بن فلان الحرامع من بني حرام مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثمه يعني هل هو موجود قالوا لا فخرج علي ابن له جفر يعني صغير ما يعرفي ميز أن أبوك قال له وهكذا فقلت له أين أبوك فقال الغلام سمع صوتك فدخل عليك تأمي خايف فقلت خرج إلي بدأ هذا لبر في شارع صيح أو خرج إلي فلان أو خرج إلي أنا عرفت أنك موجود فقد علمت أين أنت فخرج قلت ما حملك على أن اختبأت مني ليش تختبئ ليش تبأ ما طلني يعني ما تبقى تسدد طبعا ما حكمه مواطرة الغني محرما يعني من عليه دين حتى لو جاء قاله يا أخي مم محتاجين يعني جاء المقترض لما تسدد للمقرض قال يا أخي مم محتاج يا أخي الرجال فاتح الله فاتح عليه ما جاء إلا على الألف هذه فنقوله لا حرام لا يا جوسف حرام ماذا ذي مطل الغني ظلم الرسول السلام يقول طيب كل هذه المعاملات هي اللي تبين لنا كيف الحكامة الشرعية مش بالعقل مش بالعقل هو دليل أنا أقول لك والله يا أخي ما يحتاجيش يحتاج العلف جاءت على العلف الرجال يملك مليارات طيب حق له مش على كيفك أنت مش على كيفك تفتي نفسك فقلت خرج إلي قد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أني اختبعت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك يعني يا وليد أن أتكلم معك لكن ما بأ يكون كلامي كذب ما بأك تورطني في الكذب أنا قدني ورطان خشيت والله أن أحدثك فأكذب وأنا عيدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله يعني أنا استحي منك مكانت صحبتك لأنك شفت الرسول جلست معه وكتب الله لك العدالة والقبول واختارك لأنك تنال الصحبة هذه وكنت والله معصر هنا الشاهد أنا معصر على طول هذا كرد عليه قلت آه الله يعني تحرف بإله أنك معصر قال الله قلت آه الله قال الله قلت آه الله قال الله وهنا ما في سنة في الثلاثة هو بسم باب التوكيد مش لازم أنك أنت تتحلف الشخص ثلاث مرات لا متى وردت الثلاث مرات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشرح من كان يخاطب من كان يخاطب الصحابة أو يعلمهم كان يكرر الكلمات إلى ثلاث مرات حتى يسمعها البعيد يفهمها القريب وهكذا قال ف قلت قال ف أتى بصحيفة فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني يعني شفوا عفى عن إيش عن المطالبة مش عن الدين عفى عن المطالبة لن أطالب لكن الدين ترى باقي عليك طيب إيش الفرق الفرق أنه لو سار عندك فلوس ترد لي أنا ما حطالبك ولا حاجي عندك لكن أول ما يجيك فلوس يعرف أنه لي حق عندك ترجيه وإلا أنت في حل في حل فالتفت الآن هذا أبا اليسر إلى عبادة وابنه فقال فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعاه على عينيه وسمعوا أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناطي قلبه العروق التي تصل إلى القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هنا الشاهد في الدروس ينبلغك الله التدريس ممكن تأتي فقط بهذا الشاهد ومن أنظر معسراً أو وضع عنه أظل الله في ظله يعني هذا الحديث الذي يدل على انظار المعسر طيب ليش يا أخي أن تطول علينا وتأتي المرسى والدربة على مسألة صحيح مسلم هذا الآن حديث صحيح وكونك تحفظ تعرف أحكام كثيرة جاعد اللبس نفس اللباس انظار المعسر المطالب يجوز للمقرض أن يطالب أهو جاء لمن بيته يدب هذه كلها أحكام تلابد أن تعرفها هل أظلمه الشيخ عمرو أعطى زيد سليمان ألف بعد شهر يردها سليمان ما ردها بعد شهر هل يجوز له أن يطالبني يجوز يجي واحد يعاقبه أو يعاتبه يجي واحد يقولك ليه يا شيخ يا خيار تحملوا يا أخي تحملوا شوي يا خيار لا ما دام له حق له أن يطالب طيب أحكام الدين هذه اللي وقفنا عندها أحكام الدين أولا يجوز اقتراضه ما يجوز بيعه عندنا القاعدة هذه إيش يجوز أن تقترض ما جاز بيعه يجوز أن تقترضه عندك سيارة يجوز أن اقترضه المال بيع الشراء يجوز أن اقترضه طيب إيش الشيء الذي لا يجوز اقتراضه أو لا يجوز بيعه الخنزير طيب غيره الدين نفسه ما يجوز بيعه ليش غيره طيب الأهل الزوج الأبناء يجوز تبيع ابنك محتاج تبيع ابنك ما يجوز إذا ما يجوز تسلف شفتم مشايخ ما لا يجوز بيعه لا يجوز قرضه مدام ما يجوز أنك تبيع ابنك إذا لا يجوز لك أن تقريضه يعني أن تدفع قرض إيش غير العبن الأعضاء أنت ما تملك عينك ما تملك أذنك فما يجوز لك أن تبيعه فما يجوز لك أن تقرضها تقول لواحدة أنا أعطيك كريتي بعد سنة تتعافى فإنت ما شاء الله رجع لي ما هو عليك كيف طيب طيب إيش كمان إيش كمان إيش كمان يا مشايخ إيش كمان الذي لا يجوز بيعه أحسنت إذا لا يجوز شوفوا يا مشايخ هذه المعلومة المهمة إذا شيء أنا لا أملكه هل تملك اللي شيخنا جوال هذا إذا لا يجوز لك بيعه إذا لا يجوز لك قرضه جاء واحد قال محتاج جوال بلا أعطوني تأخذ وتعطيه ما يجوز شيء ما تملكه ما يجوز أن تقرضه صاح أو لا إيش كمان ما لا يجوز بيعه لا يجوز قرضه ليش أي ما لا تملكه مثل الهواء الذي في لكن إذا جمعته وتعبت ورحت نفخت وتعب طيب يا مشايخ انتبهوا حتى النفس هذه أنا باكم تنتبهوا له النفس مدام ما يجوز أن تبع نفسك هذا قد يأتي إلى عذب الله فقير الله يجير أنا من الفقر والجوع والمذلة ويأتي إنسان يقول لك اشتري نفسي بلقمتي بأكلي هذه إجارة وليس الدين ولا قرض ما تدخل وقرضوك نفسي هذه قد سمعت في بعض العوام يقول لك خذني عندك يا خي خلي طعميني ولكني لا ما ينفع يا خي هذا قد تكون إيش في الإجارة طبعا لو هي إجارة يجوز ولا ما يجوز 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 على سهليك في المزرعة مثلا على أن تسقيها وكل منها وأنا أتكفل بطعامك وشرابك هل يجب عليه تزويجه أو تعليمه لا إذا اتفغوا لكن عموما لا في العبد في أحكام العبيد والإيماء يجب يجب مدام أنت تحملت أنك تكون سيدا علي فمو بس تطعمه وتكسوه لا أنت كمان تزوجه إذا بلغ وحتاج الزواج تزوجه وحتاج التعليم تعلمه وهكذا ليس لجب أن تتخرج دكتور يعني العلم الأساسي طيب الأعضاء ما حكم بيع العضاء ما حكم بيع العضاء الأعضاء الفقهاء رحمهم الله اختلفوا لكن المجامع الفقهية على التحريب المجامع الفقهية على التحريب طيب التنازل يجي شخص يقول طيب أنا أبا تنازل مش أبي التبرع التبرع هنا جعلوا لها ضوابط جعلوا لها ضوابط في حال الوفاة مثلا يجي إنسان يقول قدر الله لي أنا أوصي إن قدر الله توفيت اللي أفد دماغي هذا من حارث من إلا وهكذا ومازال الدم أو الأعضاء في حالة سلامة فأنا أتبرع بها هنا بعض العلماء قالوا يجوز طيب في حال الحياة كالتبرع 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 بالكلة جاك إنسان يقول لك والله يا أخي من قرابتي أخويا والله يجي لنا وإياكم عنده الكلة انضربت أو تعبت أو شي وقالوا له يا أخي انت قد ما تعيش لأن الكلاة الثانية تعبانا فلازم لك نشوف لك متبرع بالكلة فأنا بتبرع لي أخوه الفقهة منهم من قال بالتحريم للنصوص الشرعية إنك ما تملك هذا اللي أخذناها إنك ما تملك نفسك وإنك مو واجب عليك أنت الآن واجب الحياة للطرف الثاني واجب فمن أحياها فقد أحيا الناس جميع لكن استطاعتك ولم يموش أنت ممكن تعطي بعد فترة تتعب وتكون كده أنت تسببت لأن الله خلقك بحاجتين لا تجي تقول والله لا أنا قد بحاجة عائشة أو شيء ومن الفقهة قالوا أن هذه المسألة طبية فالطباء إن تدخلوا بحالة أنه مثلا هذا مضطر والثاني ترى أنت جسدك أو تقدر تعيش أو حياتك ستكون مستقرة مشتعبانة يجوز إذن فهذه المسألة فقها فيها خلاف بين الفقهة على حسب حاجة المريض الدم تبرع بالدم الجمهور أو أغلب الفقهة الآن في وقت الحاضر يروا إيش الجواز أنه ما يضر بالعكس الخلايا تتجدد هتتنشط وأخذوها من باب الحجامة ومن باب الفصد اللي موجود في السنة أو في الطب العربي ماضحة يا مشايخ البيع لا يجوز لأنه ما يجوز لك تأخذ مال على شيء لا تملكه بالعكس أنت الآن تدخلت في أشياء طيب إن أخذتها من باب العواض يعني مش أخذتها يعني أنت تسويت هذا الشيء فإذا بك تكرم أعطوك جائزة أعطوك هدية أو لأي شيء مدام مش بيع يجوز قبول الهدية تأخذ هذا ليس شرط بس ما تجيها عرف يقول لك والله أخي تعارفنا ترى لو جيت تبرعت هيكرموك ما تدخل بهذه النية لا التبرع بالخلط الأنساب لا يجوز طيب التبرع بالرحم الفقهاء قالوا إن كان من باب الزواج يجوز يعني يتزوجها زوجته بس لن يعطاها تنقل الحيوانات المنوية إلى رحمها وبعد الولادة يأخذ للطفل هذا يجوز هذا موجود في الهند على العموم تأجير الرحم يجوز كزوجة ثانية طيب يجوز أيضا للمقرض أن يعطي المقترض زيادة على الدين دون أن يشترط المقترض المقرض أظن هذا واضح يجوز دفع الزيادة أو يعطي الزيادة وهو بالعكس من السنة يجوز للمقرض طلب الرحم أو الضامن أو الكفيل فعن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إذن الرسول تعامل مع اليهود والنصارى وكانوا في المدينة والذي الآن ما يعرف تعامل مع اليهود والنصارى ويطلع لفتاوى جديدة نقصا فقه يعني ماه داري الرسول عشر سنوات يزيد مع غير المسلمين وفي زمن قوة وفي زمن ضعف فأول ما جاء كان في زمن ضعف دوب جاي ومات في زمن قوة فكل الأحكام الشرعية موجودة ومن الأحكام تهنئت غير المسلمين مثلا ايه الميلاد ما حكمه الأرجح إذن انتم لابد تضبطوا ما في أرجح خطأ طالب العلم المفروض يتنبه للفتوى ما تقول الأرجح الفتوى تدور على حسب الشخص الفتوى تدور على حسب الشخص جينا لألف هذه بس أمثلة اللي يجيبان عشر أمثلة عشان نحصي الموضوع بس نجيب لك أمثلة توضح لك جينا لألف تعال يا ألف أنت تسأل الآن ما حكمه تهنئة غير المسلمين بعياد الميلاد اللي هي بعيادهم مثلا بعيد هم يعتبروه دينا طيب أنت يا ألف إذا لم تهنئهم في مشكلة قال لا يا أخي أنا بالنسبة لي علاقتي أولا هذا جارنا وثاني أن أنا مثلا عندنا قرابة ممكن يتزوجوا منهم مثلا في قرابة مثلا بيننا وبينهم وقد يكون عائلة مسلمة وعنده أخ أخ مو مسلم والأخ هذا الغير المسلم يتزوج من هذا للناس شيء الثاني أنا ممكن تهنئتي لهم مش على العيد من باب إدخال السعادة لهم بالعكس انتبه للكلمة بالعكس أنا حثبت لهم وبين لهم وهم قدوا معارفين موقفي أنه ديني يحرم هذا الشيء الله يقول لا والدة لا ولدة له ولا صاحب وهم عارفين وأنا بينت لهم مو بس عارفين كذا لا أنا كلمتهم ترى قبلها ولكني حبيت أهديهم من باب إدخال السعادة لهم الاحترام لهم التقديل لهم بالعكس حبيت أساعدهم مثلا طلبوا مني كهرباء عشان أولعوا شجرة والشجرة عندي وإذا ما أعطيتهم الكهرباء ما أحي أولعوا الشجرة هل من اللآمة أنهم أقول ما أعطيكم ديني يمنع لا أقول أعطيهم شفتوا أعطيهم كيف أنا أساعدهم ما أتساعدهم هذه بالعكس أنت الآن كجيران كجيران أنا ما أقول لك روح ابني الكنيسة حقهم أو روح أنحة الصليب أنا أقول لك يعني إيش إن تكونك في هذه الحالات هذه بس من الأمثلة عشان تتوضح طيب يعطيك شخص ثاني والعياذ بالله في ذل وأولاده في ذل وأولاده أصلا على حركرك أنهم يتركوا الدين وإذا بيجي إذا الميلاد فإذا بييفرح يلا يلا نحضر يلا هم حتى ممكن ما هم عازمينه ولا هم عبرينه ويقول خلاص عشان ينبسطوا كمان ونتقرب لهم نروح الكنيسة كمان معهم يا أخي كيف هذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملة والله لن يفرح ولا هم محتاجين إذا فهمت الفروق فالفتوى تدر على حسب الشخص إذا من الخطأ أنك تأتي على منبر أو على كرسي أمام ناس كثير ما هم فاهمين وماذا يتقوا الله حرام هذا الذي تفعله مثلا يهين دينك وهو إقرار منك على نبوءتي أو على ولادتي أو على ألوهية عيسى هذا خطأ ممكن في بلاد نعم لكن ما تأتي ما يكون في بلاد تنقله فتوى تدور على مكانها وزمانها واضح يا مشاي أولا لا أحسنت جيت للعمل جيت للعمل يا أخي أنا أقدم لك السبت أنا في دولة أصلا تعطيني الحقوق أنه يا أخي قبلها بشهر يا أخي أنا أكلمك هذا كتاب عن الإسلام قبل هذا بشهر ليش أنتظر أنا هذاك اليوم وهذاك اليوم من باب الإكرام يعني ما أتي بلفظ أنه مثلا أنا أهنئك على عيدك لكن يقول له مثلا سنة جديدة أو سنة جميلة أو سنة سعيدة أو أتمنى لك ليش لا ليش ما تفرح أي لفظ فيه تحية جائزة التقديم أو التأخير إلا السلام شو هذا لنا الأحكام الشرعية السلام ما تسلم عليه لأن السلام هذا دعاء الله أنت ما تدعو له هذا الذي ثبت ما تبدأه بالسلام عليكم روم النوم هنا يقولوها هذا عادي صباح الخير صباح النور يا عسل يا قمر يا شمس يا نجم يا مدري هذا كله جائز لكن الألفاظ الشرعية السلام عليكم لا ما تبدأه بها طيب إن بدأها هو قال لك السلام عليكم تقولوا عليكم أو عليكم مثلها خلص شوف ما تقولوا عليكم السلام هذه الأحكام الشرعية مش تدخل رأسك يقولوا لا والله كذا وكذا كله لا 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 جزاهم الله خيرا حفظوا لنا الدين لكن أين الإشكالية شيخ الإشكالية في عدم طلب العلم هو هذا أنت تلوم نفسك قبل أن تلومهم أنت تلوم نفسك أنا أتذكر تحافظ القرآن يجلد الطالب على عدم يحفظه ما نغلطهم بالعكس جاءهم الله خير حفظه طب إحنا إحنا إستفدنا لما طلعنا ما إحنا حافظين وأنت كم تحفظنا البخاري ومسلم في مالي موريتانيا ليش الآن حفاظ ممكن الشيخ يشهد لي بهذا الشيخ ليش الآن حفاظ يدخل أنت على أي مواقع الشيخة مالية أو موريتانية ما يشرح لا من كتاب ولا شيء أصلي يغمض كذا بالذات النحو فية بن مالك هذا يحفظها تعرفوا ليش بعد الاستعمار أو بعد دخول ما أدري مين فرنسا ما أدري أوجب رئيس الدولة أو شيخها أو ما أدري مين اللي أوجب ما في أحد بالغ يتزوج إلى من يخسم على الفية الفية بن مالك ألف بيت في النحو هكذا البرمويون لما هجروا من بلادهم وخرجوا اللي هي جنوب الصين أو حدود الصين مع تايلند وكذا من البعوذيين بورما ودخلوا إلى بلاد العرب وكذا في مكة أشهد لهم في مكة الجميع أوجبوا على أبنائهم حفظ حفظ القرآن وبعد سنوات الآن أغلب العيمة في مكة في المدينة في جميع المناطق من بورما والله يمكن ما يعرف تكلم عربي لكن يحفظ القرآن صمت ويأخذوا على الجوائز فالهدف يا مشيخ ما نأتي نقول هذا ترى خطأ أنك تجي تقول والله هذا متشدد أو متنطع لا بالعكس لم يعب الصحابة على ابن عمر حرصه على السنة والرسول عليه الصلاة والسلام أو ما بعده يعني حتى لما كان الصحابة يختلفون في حكم من الأحكام هذوك لما اختلفوا في التيمم ومخذناها فجاء الأول أدخل نفسه في التراب يعني يتقلب في التراب على أساس أنه التيمم أو هذا الاقتصال بدل ما هو في الماء فيكون الاقتصال بالتراب والثاني لما انسكب على نفس الماء وتضرر بهذا الماء ما أدري هلك أو هلك عدو فما ما يعني عرص حسن ما جاء الله هذا متشدد ومتنطع وشيء لا هو جاء العكس جاء في التساهم جاء في التساهم فأنت بالعكس أنا أفرح يا أخي أنا لا أفرح لطائفة بالذات الإسلامية أني أتهمهم بشيء يعني الآن لو جيت أبشر شيح الطواعف على الأمر من الأجادة الجنية تأتي تمام والآيات مش هتتتغير فالما هو التساهم يعني لا تفرق عن تليمو المصاري الموجودة مش هتتتغير عشان أنا أعيز أسرق لا إذا جعل أنت تدخلت فهذا هو إذا جعل هذا هذا خاص جاري أو عمي أو مديري أو زميلي في الوظيفة أو في الدراسة أو في شيء خلاص أنا أرميل الكلمة ذي التهنيع أو خلاص باب العرف لا ها هذه هي هنا تري هي هنا تري أنا ما شققت على صدره وحتى ممكن مدني يمكن الشيخ عمري بترقية وعارف أنه لو ما سووا هذا الشيء مع مدير أو مع الناس ممكن ما يرقوا ليه لأنه هو وظيفة يعني وسط المجموعة هذه فإذا شافوا متحيز ما هي ما هي يقول لك يش نحط مدير على ناس ما هم من ملته فإذا ما هم متعاون معنا طيب نخليها بعد ما نخلص أبشر مش مش مشاكل كثير أنا لما أعطيتكم القاعدة ما هي القاعدة مش كفتوى أعطيتك أنت كضابط كطالب علم لازم تعرف كيف تتكلم وهذا الذي يسبب لأبنائنا المشاكل يسمع منك شي يروح المدرس يسمع من المدرس شي ثاني وهي مدرسة إسلامية فإنت المفروض يكون عندك يش بس يسمع شي ثاني وهذه أنا حصلت هنا وشفتها بعيني وسمعتها بإذنك وواحد يفتيب شي والثاني شي وقالوا لي هذه الكلمة أنه السلفية متشددين كيف تقول الكلمة هذه لا تقال بالذات من تعلم موسط مجموعة في المسجد كيف كصدك سلفية أنا وديتك عند علماء السلفية والعلماء الصوفية والعلماء الدعوة والتبليغ وكذا الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونختم بهذا الكلام عشان تفهم ومشا الدرس عشان تفهم لما قدم المدينة ماذا فعل أول ما شي قد أقدم شوف السيرة دائما نرجع لها أول ما قدم المدينة ماذا فعل بعد المواقع بنى المسجد خلينا في بناء المسجد لما بنى المسجد اللي هو مسجد إيش قباء أحسن لما بنى المسجد قباء عرفوا المنافقين واليهود مكانة المسجد في الدين الإسلامي وعرفوا أن الرسول حينتقل ويحتاج مسجد أكبر وأوسط وكذا فعالطول سووا إيش مسجد الضرار والرسول كان حيروح له وجالوا الأمر أنه لا تروح لا تقوم فيه أبدا فاللي بوصل لك إياه يا أخي إذا أنت تقول لي والله الناس حيحرفوا ديننا يا أخي هم مع الرسول ويحرفوا هو الرسول موجود أعداء الدين كثير والله أنزل القرآن يريدون أن يطفيوا نور الله والله ومتم نوره مش واجب عليك أنت مش شغلك أنت أنت سيقام الدين بك أو بغيرك فاحمد الله أنك تكون جندي من جنود لا يسخرك إلى كلمته أما حيني ستخوف أنا من المذاهب والطائفة الثانية طب ليش أنا ما أطلب العلم مش أني أبحث عن كتاب كان شيخه كتابه كثر خطر بالعكس ما دام هذه المسألة تهمني طب ليس ما أبحث عليها عارف الصح من الخطر فأنا وجدت أضبط شي أنه الفتوى فتوى التعييد وفتوى التهنية تختلف من شخص إلى آخر فيه فرق بالشخص رجل دين إمام مسجد وعشان يكري مجارهم يروح الكنيسة يشهد هذا الشي هذا ما سار هذا هذا بالعكس أنت يعني تكسر تذل للإسلام لا ليش حتى بالعكس لو كنت تبعه مصلحة منهم تبعهم يرشعوك ولا تبعهم يسكتوك ولا أي شي يعني فيه أشياء ما فيها تنازل مش على كيفك ودوا لو تدهنوا فيدهنون الكفار لما جاءوا للرسول والسلام في مكة والكفار عن مكة ذولا أتحسبهم سهلين فقالوا نعبد إلهك يوم تعبد إلهنا يوم ما رضي إلى أن اتفقوا معه نعبد إلهك الآن ندخل في الإسلام بس انت مرى واحدة تعبد إلهنا ما قبل وجاءت هذه الآية ودوا لو تدهنوا فيدهنون هم يبوش شيء هذا لكن ما فيه فيه أشياء ما تنازل عنها أبدا لا يمكن وفيه أشياء يعني قد يعني يجوز فيها التوسع عدم التضيير طيب يجوز للمقرضين الله يصلحه أن يعطي المقترض زيادة يجوز للمقرضين يعني يعطي المقترض زيادة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه دين ما ذهي الحديث هنا ألا ما جبته أنه كان عليه دين فلما جاء وقت السداد أمر أظن أبو بكر أو عمر أنه يقضي الدي فراح الصحابي وكان النبي عليه السلام مستلف بكر يعني سن صغير من الإبن وهي رخيصة تاتي فجاء الصحابي رجع الصحابي وقال له يا رسول الله ما وجدته إلا رباعا يعني كبار فالرسول الله يقول له يقضيها يعني أعطيه خذ مننا العدد إحنا مثلا أخذنا منه عشرة خذ العشرة وأعطيه فجاءت السنة أنه يجوز بالعكس من السنة أنك تكرم من أقرضك بس مش بالاتفاق لو صار في اتفاق دخلنا في الربا طب لو عرف والله أنا أعرف الشيخ عماد يعني ما شاء الله دائما يجي ببضائف يحتاج فلوس وما دائما يحتاج فلوس ترى يكرمنا يعني ما شاء الله شاطر وما يدخل في تجارات إلا ينجح فكل ما ينجح أكيد حياطيني فأنا بالعكس أفرح أنك هيا يا عماد بالله إذا احتاجت يشي يكلمني وأنا أكون إيش قاصد فاهمين يا مشاه أكون قاصد أنه إيش أحتاجت الخمسالاف حد دي خمسالاف حد ديني هي خمسالاف خمسمية أو لا كرتونة معاها أو العين أو أي شي على العموم خامسا لا ما يجوز تحايل تحايل الله أكب هذه الأحكام شوف وجود الشرط ولو كان إيش في لفة هما كل قطة هما يقول لك أنا أعطيك الخمسالاف هانش عماد أعطيك الخمسالاف هيا لا تنساني بالله لا تنساني يعني إحتاجتك شي يعطيني هذا أنا بس أجيب لكم أمثي لي شي طيب خامسا لا يجوز استفادة المقرض من المقترض أهو أي فاعدة راعيني طيب ساعدني بس أنا عديك الخمسة بسجيب لي بضاعة أي فاعدة طيب سادسا لا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بالدين قبل حلول الأجل واضحة أو لم يواضحة واضحة طيب ليش لاي فاعدة لا لا إيش الإتفاق إيش الإتفاق إيش 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 إنت كيف حتى المقرض صور إنت الآن المقرض كيف حيطالب المقترض هذا تعدي كونك تطالب الإنسان ليس لك عليه حق هذا مو تعدي وهنا أنا لما أزعج السلطات أو أجي أطالب الشخ الشام أنا ما بيني وبينه أصن دين أكذب أنا كذاب يعني شخص يكذب فيقول إيش يبدأ يفتري على الناس وليك أعطيني وهو ما عليك ألا يعثم فنفس الشيء يعني يطالبه قبل حلول الأجل ما لك أنك تطالب إلا إذا حل أجلك ما لك أن تطالب شف كل واحد له حق إلا إذا يعطي حاجة إيش الحاجة أنا وعدتك إلى نفس الشيء أسألك مش أسألك فضلا أنا برد عليك ما برد فضلا طيب متى يجوز للمقرض شرعا أن يطالب بديني لا غير قبل حلول يجلي لا قلنا إذا اضطرب ما أه إذا خاف إذا خاف على ماله الهلاك ما تذكر واخد ناف الحج وجاء واحد مثلا متسلف فلوس ويبي يحج فعلم المقرض أنه هذا يبي يحج فله أن يوقفه طيب يا أخ أنت فلوسك بعد شهر والآن حج خليني يحج لا لا تخرج لا لغزو ولا تخرج لحج حتى لأن الغز ممكن تحت لك والحج زمان كان فيه ممكن ما يرجع فله إما تعطيني أو أروح أو أطالبك بماذا بالذي سيأتي الآن الرهن لا يجوز للمقترض أن يؤجل سداد سداد الدين إلى وقت آخر إلا برض المقرض حتى وإن كان غنيا حتى وإن كان غنيا بعد ذلك إن شاء الله نأخذ الرهن وهو هذا الذي يعني يوثق الدين هذا الذي يوثق الدين أسأل الله لكم التوفيق والسداد والعمل إلى ما فيه صلاح ورشاد وأن يقضي الله ديوننا وديون المسلمين وأن يفك قربنا ويسر عيوبنا هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم